كبيركم ما صغيركم اليوم يسمع واليسمع يسمع والما يسمع يلزم الباب والما يطلع بيرات الشعب سهلة نعود من جديد إلى ذيقار وذيقار تعود بنا وتزرع فينا وتحيي فينا زمنا للبطولة والرجولة راهن كثيرون من الأغبياء وأشباه الرجال وأشباه السياسيون الذين عملوا بالسياسة صدفة أن العراق قد اتمكنوا من أن يلو عنقه ولكنهم خسئوا على ما توهموا به فالعراق عراق ويبقى عراق ولذلك عندما تعوذيقار لا أقول يحيي الكبرياء فينا ولكنه يتجدد لأن العراق والكبرياء عنوان واحد وقلناها مخلصين في حلقات وفي أماكن وفي مناسبات سابقة إياكم إياكم وأهل ذيقار نساءهم ورجالهم وأطفالهم يختلفون لأنهم كانوا هم الأرض وكانهم المياه وكانهم السماء وكانهم العراق لذلك عاد الذيقار من جديد وعاد الأشرار هذه المرة يتعبدون في صومعاتهم وشياطينهم وعادوا إلى سحرتهم وكهنتهم ليقدموا لنا تبريرات هنا وهناك نسمعها ونضحك منها ونضحك عليهم بها ولذلك توهمتم وما زلتم تتوهمون وستبقون في غيكم تعمهون لأننا قلناها لكم ولسنوات طويلة اختاروا الطريق الذين تريدون أن تسيروا به مع العراقيين وانتقوا مفرداتكم وحتى أن أردتم أن تكذبوا فتعلموا كيف تكذبون على الشعب العراقي قد ننخدع مرة أو نخدع أنفسنا مرة ولكن لا يمكن أن نخدع على طول ماذا تريدون من الناصرية ومن أهلها ومن شعبها لذلك أود أن أذكركم إن كنتم قد تناسيتم تشرين مثل الابن المدلل اللي ريد يصير هاي نصيحة قال عبد عادل عبد المهدي كيش ملك طبلت وزمرت واجتمعت واتخاويت ورحتوا لإيران رحتوا لتركيا رحتوا لفلان رحتوا لأمريكا قالوا لكم والولدين شال شالو برا قال لك يا ولد اسمع أنت وانت 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 مجلس وزراء حكومة ماكو قانون انتخابات شالو قانون الانتخابات واللي سوا برا خل رجل على رجل لابن تشرين حتشوياك قال لك ماكو مفواضية شالك المفواضية هسا قال لك ماكو محافظ شال المحافظ هذا المدلل يجيب آخرتكم وأنا لما أقول آخرتكم أعني هنا الفاسدين الذين يراهنون وما زالوا يراهنون لذلك من البارحة لليوم أنا وأسراء خابر أريد أن الناس تطلعوا إيانا واحد من الوليادات هم مدرعو هيا مدربيا أمسخم من المسخمات يقولهم أنا لا ما أطلعوية نجم الربيعين ما أرتاح ليش حبوا بما ترتاح شبي عمو متعلم ألبس لك هاشم مثلا واردح لك مثل ما يسوونها الولد لا مو ما ترتاح لكنك لست من الذين يقون أن يتحدثوا باسم الناصرية في هذا الظرف لأن أنا أخطأت يلون شواربك وتعلم ثاني مرة أما أن تكون رجلا فتشتغل بالسياسة لو ألبس تو بمرتك وقعد ينبه لك وتعرف نفسك وأنا ما أستكفر أجيب اسمك الآخرين لما يخرج السيد المالكي يقول هناك أجندات خارجية لتأسيس أقليم في الناصرية على رأس دولة الرئيس وأنت رجل سياسي ومخضرم بالسياسة أو تفتهم كلنا أكثر منه سا ما تقول من أجندات الخارجية إذا كانت هذه أجندات خارجية تمسوا بالأمن الوطني وتخافون أن تعلنوها ما أشغلكم بالسياسة قلونا هذه الأجندات وقالوها غيركم من زمان منوا ذول الأجندات وين يشتغلون وين ما تأخذون لوس سولفون بخطاب نفهمه وتكونوا الرجال وتعلنوا من هم هذه الأجندات الخارجية حتى إحنا نحاسبهم إنشك حلقة اللي يشتغل ضد العراق إذا إيراني وإذا تركي وإذا سعودي وإذا خليجي وإذا أمريكي وإذا بريطانيا لن نسمح لكن أيضا كونوا شجعان من السولفون هذا أولا الشيء الثاني إذا كان الأقليم جريمة يقتل عليها التشرينيون وأبناء ذيقار سألحط الأقليم بالدستور أنا هم يحطت الأقليم لو أدتوا لحطيته هل سار تأسيس الأقليم عار شوفوا هذه الخطابات اللي 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 تدلل على أنهم مرتجفون خائفون وبعضي اللي يأخذ فرصته وما ينجح ويفشل خليكم قعد على صفحة يباوع متيدوها كلها لكم خلي الشعب الآن يقرر خدتوها وحكمتم وصرت رؤساء وصرت سادة وصرت عودكم فلل وصارت عودكم قصور وصارت عودكم طيارات أو قبت هذا الهوى ما يمر عليكم هسا تقاعدون وتعلمون الشعب العراقي هذا أجندة وذاك أقليم لا كبيركم ما صغيركم اليوم يسمع واليسمع يسمع والماء يسمع ينزم الباب والماء يطلع بإرادة الشعب سهلة ترجمة نانسي قنقر